رد وزير الإعلام اللبناني جورج قردحي علام الطالب تدعوه للاستقالة بعد التصريحات التي أدل بها حول اليمن والتي اعتبرت موسيئة للمملكة العربية الصعودية والإمارات ورد قردحي في مؤتمر صحفي قائلا عندما يطالب لأحدهم أو بعضهم بالاستقالة فأقول لهنا الآن جزء من حكومة متكاملة متراصة ولا يمكنني أن أتخذ قرارا لوحدي ولكن مع الحكومة المجتمعة وأضاف إنني أضع مصلحة لبنان فوق كل مصلحة ولا يجوز أن نظل في لبنان عرضة للابتزاز من أي أحد لا من دول ولا من صفر ولا من أفراد وهم يملون علينا من يجب أن يبقى في الحكومة ومن لا يجب أن يبقى في الحكومة ألسنا دولة ذات سيادة؟ لماذا لا يحصل هذا إلا في لبنان كان أول رد من الأمير الصعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز والذي قال تصريح ينقصه الموسيقى الموترة التي أشارته أما عن أنك تبحث عن مصلحة لبنان فهذا لا يحتاج لذليل فنحن نرى ما وصل إليه لبنان اقتصاديا وتطوره في جميع المجالات سيما الكهرباء وأموال المدعين وهذا يعود لحرص حكومة لبنان مؤخرا ووزرائه أمثالك على مصلحتها؟ وتبع أما عن سؤالك ألستم دولة ذات سيادة؟ فنعم أنتم كذلك وهل في ذلك شك مع رمز للسخرية والضحك؟ فرد جورج قرضاحي بالقول أنا لم أخطئ في حق أحد فلماذا أعتذر؟ وأنا كنت واضحا في كلامي ولم أتهجم على أحد وعندما سألوني عن مواقف خلال المقابلة قلت أن ضد الحرب العباثية وضد أي حرب بين الإخوة العرب والحرب في اليمن أصبحت عباثية والكثير من الإخوان في الخليج يعتبرونها كذلك وأنا قلت موقفي بكل محبة وكإنسان يشعر بالمعاناة والهموم العربية فرد عليه ضحي خلفان بالقول الغريب أن جورج قرضاحي لم يعلم أن الحوثي خارج عن الدولة اليمنية ولم يعلم أن هناك وزير للإعلام اليمنية أو أن هناك رئيسا شرعيا لليمن معترفا به دوليا ليته استعانى بصديق ولا أمسى مصخرة إعلامية وتبع بالقول كان جورج قرضاحي صرحا إعلاميا فهوى لما اتبع الهوى وقد ردت المملكة العربية الصعودية باستدعى سفيرها في لبنان كما استدعت الإمارات السفير اللبناني لديها على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرضاحي قبل أن يصل لسدة الوزارة معتبرة إياها مهاترات تنم عن ابتعاد لبنان بشكل متساعد عن الدول العربية وأكدت الخارجي الصعودية مجددا أن تلك التصريحات التي أدل بها الوزير اللبناني تتنفى مع أبسط العراف السياسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين لذلك قامت باستدعى السفير اللبناني لديها وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الشأن وقد علق الوزراء السابقون اللبنانيون على هذه التعليقات للوزير اللبناني وقال أحمد فتقة الوزير السابق لسكاي نيوز المشكلة أساسا كانت بتوزير قرداحي وكان من المفترض على الأقل إذا كان مهتما بالعلاقات بين اللبنان والدول العربية والمملكة بشكل خاصة أن يستقيل أما النائب والوزير السابق مروان حمد فقال إن تصريحات الوزير قرداحي تشكل عساء مفضوحة للعلاقات اللبنانية السعودية واللبنانية الإماراتية ويموضع استهجان من الرأي العام اللبناني قبل المسؤولين اللبنانيين بدورها وصفت الوزير السابق ميشا دياق موقف الوزير قرداحي اليوم بالمخزي فهو قال إنه لم يعترف بالخطأ ولا ينوي الاعتدار ولا يأخذ أوامر من صفراء من جهته ذكر الوزير ونقيم المحامين السابق رشيد داري أسل لإسكاين يوز عربية نستغرب تلك التصريحات فالوزير قرداحي علامي عاش معظم نجحته في الخليج ولم يكن مضطرا إلى تلك المقابلة